التعليم خطر على الدولة هذا هو التعريف اللي خصويته قال التعليم خطر على الدولة الشعب الواعي شعب خطير الشعب الواعي أكبر خطر على الدولة ولاش الدولة ضربت شعب الدولة دينا جامعة الدول العربية قد ضرب المنظومة التعليمية فش يبقى عندها بوهبوش تضربه ما بغاد إخوة الكرام الأخوة الكريمات الملتاحقين والملتاحقات الجدود السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أختي اليوم قد نهضر على واحد القرار لهذه الحكومة الغابية المتآمرة من خلال وزارة التربية الوطنية واللي قررت أن ترجع التعليم عن بوات احنا كنشوف أن التعليم الحضوري ما مطفرش في هذا البلد التعليم الحضوري بمعنى أن التلميذ كيكون داخل القسم وكي تصنط للأساد وعينوا على الكتاب وكيخرج نص نص بين بين الشي مع الشرح المستفيد والمطول دي الرجل التعليم رجلا ونساء أن بجن وهكا كيخرج هالتلميذ خاوي من المنظومة خاوية المقرارات ما كتلأمش مع اللي كيطلبوا الوقت واللي كيقدر يستيعبوا تلميذ نهنا ما كنلمش أسرة التعليمية الممارسة لمهنة تدريس لكن كان قصد مكلامي على منظومة من خلال الوزارة الواصية إذن لبل من خلال هذا القرار دي اليوم القاضي بالعودة إلى التعليم عن البعد وما تفرضه هذا الوضعية من إكرهات إن إكرهات إن على مستوى الصابيب دي الأنترنت في المغرب نكن عرفوا كاملين أننا نخلص الانترنت والصابيب ما كافيناش تبا أنا مثلا كان ندير لايف وكان قندعي يا ربي ويكمل لايف بوحدي مثلا في الضار كانستعمل الانترنت ديال الضار زيادة على الانترنت ديال التليفون وما كان قدروش نكملو داك سوعة أو لساعة اللارب ديال لايف فما بالكم غيكون الضغط على الانترنت تلمد كاملين تبعين واحد المين صلي يعني توصلهم المعلومة أو لتدرسهم عن بعد شوفوا كيف سيقدر هالتلميذ يواكب هذا من جهة من جهة تانية كيبلي أن الحكومة من خلال هذا القرار ووزارة التربية من خلال هذا القرار ديال الاعتباطي ما بغاش راجع على القانون الأساسي المشؤوم وما كتفكرش من جهة أخرى في مصلحة تلميذ لأن الدرجة الأولى هو التفكير في مصلحة تعليق تلميذ هو هذا أنه إذا كالأساد ما بغيناش نعطيه حقوق أنتو ما كحكومة ما بغاش تعطي حقوق تفكروا هذا كتلميذ باش ما توقفش الدراسة وباش ما تأزمش الأوضاع الجي سي دي نسحبو هاد القانون ونقلسو مع الأسرة التعليمية في حيوارات جدية وفعالة ونشوفوش غايوق لا الحكومة زعمنتو ما رجال ونساء التعليم بغي نتلوي ونهيدنا احنا ما غنعطيكم تحجة أكتر من ذلك احنا غنقتاطعو لكم وسمعت بي أننا كينشي 47 ألف رجل ومرأة التعليم غيتم القطيطاع ليهم في هاد الشهر واحنا ما ما كيتلوينا جدير علينا ولكن هاد غنان هاد غنان في حال شي مرأ وراجل مخاصمين في الدار وعندهم الوليدات ومرأة شادة الحبل والراجل شادة الحبل تكون لك يضيع واجدك المرأ اللي قادرها أنها تعاود تبني حياتها أو لذلك الراجل اللي قادر يعاود بني حياته أو لذلك الطفل فين هي المصلحة ديال الطفل فين هو تغريب المصلحة ديال الطفل إذا أننا شبهت الحكومة بدك السيدة المتعجريفة المتعنيتة ورجال ونساء التعليم أو الأسرة التعليمية هذا الراجل اللي ما كيتنازلش على حقه وبالتالي شخص يضع هما الوليدات هما التلاميذ اقتطاعات يهدوا بها شغيلة تعليمية كنتم في القطاعات ونحن مثاليين أنتم ملجأتوا للحل لأننا ندير التعليم عن بعد أكثر من هذا كيبال لأن الحكومة اللي اسمتها غابية ومتآمرة بغى تربط القضية ديال احتجاجات ديال شغيلة تعليمية بمجموعة ديال الأحداث وتسمى أن بسبب الاحتجاجات ديال رجال ونساء التعليم هالفوضة ناضط في البلاد علما أن اللي بغي نوض الفوضة في البلاد هي الحكومة صوروا معايا أن في هذه الأجواء اللي كيعيشها المغريب ستقوم الحكومة الملعونة بمجموعة التدابير والإجراءات الغير موفقة من جهة التعاطي مع مجموعة الاحتياجات مرتبطة بالقضية الفلسطينية أو غيرها بالقوة واللي ستزيد سعاد الموقف ستسعاد الأمور بين الشعب من جهة والقوة الأمنية ثانيا تأجيج الأوضاع في واحدة من كبرايات لمدن المغربية لهذه الأيام بدأت وقعت فيها قرارات كتوضع على ما تستفهم صوروا معايا تجي القرارات دي الإفراغ المجموعة دي الساكنة دي الضرب مجموعة مجموعة الأحياء في عين السبع سيغتو في عين السبع الساكنة الممر زنات ثم رفع السوم الكرائية دي السوق النموذجي كانت 600 درهم رفع 900 درهم في هذه الظروف كانت نعرف أن البيع 200 في الصيف كنت ودرتها في الصيف الصيف يخدم يمشي السواق ويأتي العمال في المهجر ويأتي تقدم المغرب يأتي السياح إلى آخره حتى كنت يزدي 300 درهم أو 200 درهم وليس حزيت على الناس ما تهمو ولكن داب الكسد الكسد وكان أكدها بس مقجو جاكي اللي بغير يشري التليفون جديد يمشي الصهوب القديم اللي بغير يشري الجاكيت جديدة يمشي يشري ها في البال أن الأمور مأزمة هالضر في هذه بالدات ومع الكسد والباور التجاري ستنض أن تزيد لهذه الناس 300 درهم في السوم الكرائية ستقوم في الضرب كذلك بتحرير الملك العام وشوف عباد الله الصيف اللي كيكون فيها الزحام ما فكرتوش تحروا الملك العام وده بلي الكسد والرجلين قلات في الأسواق غتقلبو على تحرير الملك العام السوق دي القرعة تحرير الملك العام الشاطئ دي الشهيدية هدم دي الإستابلات دي الحامير والبيغال هملي نقول الحامير والبيغال يعني دا الناس اللي عندهم كريسات تقدو بها ودخلوا على ولداتهم وحبريف دي الخبز تشاه في المنطقة الهراوين تقوموا بهدم الإستابلات إلى آخره باش الناس تطج باش ناس تخرج تحويل أصحاب الكوتيات دي الدرب دا والليدار مؤخرا وقف احتجاجية يقول لهم قتلونا حنا كنا في واحد المنطقة اللي ترزق فيها الله ديتونا الواحد المنطقة اللي هي مكرفسة اللي هي ما فيهاش بلاسمن دخلوا على ولداتنا طريف الخبز يمكن نجيبو لهم لمشاكل نقطة سوداء دا هم لها الناس ديرين وقف احتجاجية بمولي رشيد هاد شي كامل شكي جي كم واش عادي زيدوا حملات أخرى في مجموعة المدن المغربية لتحرير الملك العام رأينا صور وفيديو ومناطق مختلفة من المغرب ولكن نفس الصورة تنوبيل الخيد جرافة راكس وخزنية معهم هذا شي رأينا تقريبا يتزامن في الوقت وهو غريب أن نتعرف هذه حاجة وما عدنا نضبال لكم الملك العام تال دابا نضبال الإفراغ الساكنة تال دابا نضبال لكم أنكم تضموا الأسواق تال دابا نضبال لكم تهدموا تال دابا خرجوا الناس من ديور تال دابا نضبال 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 تحرير الملك العام ومجموعة القرارات التي تأجز الوضع في الشارع تال هذا الوقت نضبال من هذا لك الناس الخارج لك الناس الخارج نضبال أن هناك مجموعة الناس في إسبانيا وإيطاليا تغف هالجوش عندهم واحد الفرغونيطات يمشي ويجمعوا داك المتالاشيات يجمعوا داك الشي اللي ممكن أن السكال الأوروبيين ما بقوا شيستعملوها بعض النتوجات أو لا بعض الأشياء يجمعوها ويشيروها بثاما بخص حويجات اللي كيلقاهم ويجيبوهم من هنا لماذا؟ يعودوا فيهم البيع يعودوا فيهم البيع ترى الناس دا ما ما بقيتش قادرة تشري كتبشي البال كتشري جاكت بثلاثين درهم بلص ما تشريها ولا بخمسين درهم بلص ما تشريها خمسمية درهم يشري وسبادريات بثلاثين أربعين درهم يعني الناس شي يغطي علش هادوك الناس يديرون جود أنهم يجمعوا داك شي ويجيبوه بعض المنتوجات أولى الآليات دي المطابخ ودي المنازل إلى آخره هذا الشفوات دي الهمام إلى مجموعة دي الأمور اللي كيجيبوها أصحاب الخارج يعودوا فيها البيع هنا وما كيتقدّوا لأنه كيالأزمة في أوروبا ثم أولا كيكونوا شي وحدين عاملين ذاك البارو يعني الشوماج وذلك شي كيخدموا واحد المدة وكيعطيهم واحد المدة للشوماج كيقول لك نجي نرفع المدخول ديالي يجيب سليع ونجيب المغرب ستنوض وتقرروا أن الديوان تغرمهم وليس يتغرمهم تفرض عليهم جمراكة دي دوان مو ديال هذه المنتوجات هذه المنتوجات أصلا ماذا فيها الديواني الديواني على الناس التي تجلب المطريب صحيح ويجيب جديد وليس لا تلعبون بالفالور سندخل في واحد المسألة تدير الديوانة لنجيب عمليات الديوانة التي تنبيها الصريقة للملعب لأن هذه الفلوس التي تدير الديوانة بهم الشركة تدير خزين هذه الدولة صور معي كبار التجار يجيب كونتينير فيها ألف تلفازة تدكرار أنا أعطيكم على مثلا القوال باللي وقع في الديوان في الديوان عنده كونتينير فيها ألف بياسة مثلا يدكرار 500 500 تضرف الجيب وتقسم بين العوان الديوانة أو ترانزيتر ومسلا يربح واحد القدر معين ديوانة ديوانة معروف ما يوقع فيها أجلد نرى القيمة هنا الكتاب للديوانة يحدد القيمة للتعشر ديوانة يقول لك هات ستيلو يتعشر من إلا علاش حسب المادة اللي مصنع بها وحسب الأكسسوار اللي فيه يجيب السلعة متل 16 عليها 100 درهم يتم اللعب في القيمة وكتقدر أن العشور يكون 50 درهم 20 درهم يمكن إدها ترانزيتر والديوانة تبقى 30 درهم المسلع كل يضع الدولة الخازنة الدولة تفرض هالناس الكبار والشركة الكبار لا يقبون هذا علما أن ديواني يريد الملاير يريد الملاير ويشري في النوار سأعطيكم عندي عندي من الفات ديوانيين ترجع في باب سبتا البلاير عندهم الملاير ماشين ملايين لأنه سهل أنك تلقى الفلوسفين تمشي وفين تتخبع سهل على الدول تلقى هذا لباد الناس اللي عندهم عربات يجيب فورغونت فورغونت تمشير شما تجيب سلعة قضاوية فيستفدوا من الفقار والمساكي اللي ولوه معظم الفئات المغرب لم يكن هذا الطبقة المتوسطة ويجمع لأن تمحات وإذا الناس يربحوا عشر الاف درهم يمكن يمشي بالبال وإذا الناس يقلبوا على القديم وإذا يقلبوا أن يطلقوا المساعدات الأحمر والصليب الأحمر ومع المنظمة الدولية والله ماكره مساعدة لا غدائية ولا مادي إلى آخر أن الناس قارات الناس يقلبوا هذه الفرغونت في واحد الباراكة لتعودوا فيها البيع ويستفيدوا ونحن يستفيدوا أكثر منهم هناك الأحواجات التي تكون مزيدة بسيط جدا واحد السيد والباراكة التاسلبية داخل وصحبوا دو فرغان جوش الفرغونتات دو فرغونات جوش للعربات فرضوا عليهم أنهم يخلصوا تمنى الف درهم على كل فرغونت ديال عشر ديال دو نشاف وراسهم مايقدروش أنهم يرجعوا لأن التمنى عليهم أنهم يرجعوا شو دب على قلب هلي دخلتي لمصيدا أنا دخلت بفرغونت المنطقة الجمهوركية لازون دوانيار قالوا لي تخلص تمنى الف درهم شتراسي أن دك سلعة اللي عندي لم أغربح فيها 8000 درهم إذا زولت 8000 درهم زائد المصاريف والله لا خرجت لي قلت الديوانة أنا أريد أن أرجع بحالي اسبانيا قالوا من لا ترجع لماذا ؟ ما يجب دوانيار لأن إذا أريد تدخل على المغرب تخلص عليها لأن أفضلت منطقة الجمهوركية ودخلت للتورب الوطني ولكن إذا لم تتعلم هذه الزوانة لا تفتح لأن تسألك هل ستعود بحالي ستقطع لديك وترجع بحالي قالوا لا 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 ومفرود عليكم أن تسلع ونرى على قلب العصابات لا 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 أريد لا 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 أريد أريد عليكم المصيب وهنا المصيبة الأكبر هي أن السيد وصحبه قالوا أن لدي تاريخي وستطيع الولا للتدواني في المحطة الجمهوركية المنعة المتوسطة إيجراء سلعة كاملة 떠 أردتها وطلبوا 8000 درام سلعة؟ لا أعلم أنه سلعة من المنزلين من 8000 درام؟ واحد فيهم لا يقرأ وإن كانت الثاني لا يقرأ غير القودة لوصل الديوانة في 1500 درام لماذا أعطيتكم 8000 درام؟ وعطيتوني وصل 1500 درام إذاً سرقتهم أعطيتكم 8000 درام وعطيتوني وصل 1500 درام ووصلت يا أخي وعطيتوني 8000 درام وعطيتوني 8000 درام سوف يقول لي شيء واحد وين هو الدليل؟ سوف نعود الكاميرات المراقبة الديوانة نرى الطنوبيلات وماذا سلعة التي نزلت منهم؟ وماذا سلعة يتخلص عليها 1500 درام بالتأكيد سلعة 8000 درام لا يتخلص 1500 درام وإنما 8500 درام ولكن الديوانة مالوبي لا تريد تريد تفقى الوردوناتور مع الانسبكتور الدوان مع الانسبكتور لافالور وخلاص الديوانة خلاص الخزينة وماذا سلعة من المالية التي يزيدهم وعطيهم تعويضات وعطيهم 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 أجدارين في الميزانية وعطيهم لماذا هذه الحكومة لا تقلب على التقابي التي يخرجوا منها الفلوس واتقال على الدرويش لا تقلب على الدرويش ولا تقلب على الدرويش والمميز أن يستفيد منه واتقال على التقابي التي تستفيد منه هي وزارة المالية التي تتعامل الصندوق نحن عايشين كاملين خلال ما نفعه من ضرائب مباشرة وغير مباشرة وما تتعامل أن الناس حسب الأوراق 1500 درام وعشر لكم ما تتعامل وما تتعامل وما تتعامل وما تتعامل هذا عصابة هذا عصابة وقسموا لكم الله وعطوا أسماء الدوانيين وضبط الدوانة وعلمهم ومشاكل 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 على حدود ومشاكل باب السبتة لا يوجد لا يوجد أصابة سياسية السياسي ولكن قبل اشكال كانت الفوضى الناس هو دين في النمل من الجبل ومحملين بالمضائع يخلصوا يدوزوا يزيدوا جوش كيلومات يلقوا براج ديال الديوانة من اين لك هذا اعطيني اخويا على الشر او لا هذا او لا دوار هذه عملية ديال العصابات اقولها بالصدق العملية ديال العصابات اذا مصائب كتوقع ولكن الحكومة تتحضر على الفاقر اللي يخصوم يزيدو في اتا وفربوطة وفضو في الماء تتحضر على ذاك الرجل التعليم اللي بغا تزيد عنو وكاتتحضر او لا كتزيد على ذاك العائلات وعلى ذاك التلاميذ وكترة المقرارات وكترة المصائب الكهلة الناس مبقىش وممكنك تفكر انها تخصص التعليم وهو اللي التعليم تهو كيتخلص والمسكين انقوش جمو حتى يخرجوا عينه لكن اللي عنده زيد الشحمف هذا كدير المعلوف عودة الى موضوع التعليم كبال لان الدولة اخر اهتمامتها هو التعليم لان ماشي التعليم كما كيقولوا البعض خط احمر هي الغضرات للنقابات التعليم خط احمر التعليم خطر على الدولة هذا هو التعريف اللي اخصويت قال التعليم خطر على الدولة الشعب الواعي شعب خطير الشعب الواعي اكبر خطر على الدولة لماذا الدولة ضربت؟ ما هي الدولة دينا؟ جميع الدول العربية قد ضرب لمنظومة تعليمية فش يبقى عندها بوهبوش تدير به ما بغاد لان اذا ما قراش ابن دومه ما هو عاش سيتيق ان محمد الخامس بان في القمراء سيتيق ان التراب ديال السيد او الولي الصالح كيداوي سيتيق بالخزعبيلات وهذه الخرافات اللي كتنشرها الدولة عبر الاعلام الفاسد وعبر الناس اللي كيخدموه هاد هاد توجه النومين شروا هاد هاد الخزعبيلات في الاوسط الشعبية واللي كتلقى انها قابلة تقبل ذلك شيء او لا استعداد تقبل ذلك شيء ان ذيك الفيلتر ما كينش في الراس هاد التعليم التوعيه ولكن هذا jest تحقر ان فها الشفار وتكرم فيها الشفار وترقى فيها الشفار وتحقر فيها المفكير والاساد وتحقر فيها في الاخر الانسان الانسان بالمفهوم الشامل الانسان اللي كاتعتبر الدولة والحكومة لي كائنات سياسية كتعتبر رقم انتخاباوي رقم يقطر يطلع ويهبط الانتخابات شي حاجة اخرى وغيجي الاسف وزير الميزانيات ويهضر على التعليم غيجي وزير اخر للتاريخ ديالوته هو حافل بالمآسي ويهضر على التعليم وغيجي مجموعة الصحافيين اللي حاولوا يركبوا على الموجة وبقوا يغلطوا ويغلطوا الناس في الحقائق وكل ما كنت تعطى من معطايات بعد السي بن موسى انا كان اعتبر وزير فاشل في جميع المحطات اللي داز فيها والاسف تحط في اخطر وزار تعطوني شي حاجة سي بن موسى نجح فيها اللي كان كوزير الداخلية كان كي قلجو الجملة فنفتحه وتحقيره هذه الخرجات ديالو كلها فني كان وزير الداخلية كي سافر في فرنسا اشنا هي هذه القيمة الموضافة اللي زادها في العلاقات الفرنسية المغربية اكيش اجدار واجدارة هذه الحكومة سي اخ نوش زعيم ديال الحكومة هنا كنشوفوا على المآسي المغرب الاسود مخططات استرزاقية الغلاء والترابي اللي بغى يربي المغربة هوك يربيهم هنا يبنى اخوتي بان ما كي لا اصلاح ولا هم يحزنوا تعليم مع الناش باش نعطيه الاساسي دا ولكن في الموقع ذي نعطيه المسؤولين ونعطيه البرلمانيين ذا بالبرلمانيين ديالما تداروهم واحد المين حزوي ونعطيه البرلمانيين زادوهم 1200 درهم باش يقرأوا الجرائد تعويض للجرائد بعد النصف هذا البرلمانيين ما كي عافش يقرأ ها واحدة والحاجة التانية واش باقي شي واحد كي قرأ الجرائد الوراقية باش غتعطيه 1200 درهم باش يقرأها واليوم ما راكم كتخلصوا لهم التليفونات عطيتهم الايبادات وعطيتهم الكونكسيون فابور اذا نرى الجرائد كونش كي قرأها في الانترنت مقدت واحد كي قرأ الجرائد الوراقية لا غنزيدهم تعويض للجرائد الوراقية ممكن شي واحد يبغي يوسخده ويشد شي جريدة ويوسخده او تنين يعطيه شي بريم على الصابون على كليينيكس هذا البرلمانيين بعدها شك يديرو انا ما فهمش اش كي يديرو هاد البرلمانيين باش ياخدوا هاد تعويضات كاملة بدلات السافار لكرديلتران هال انترنت ها ما عرف شنو هالوطيلات هالتمن الجرائد تمن دي الحاجة اخرى وكتر من هادشي نزيدهم عند التقع والدولة الوحيدة اللي تميزت في نهب المال العام وعدم استغلال المال العام الوجه الاصح هو المغرب اكي قول واحد محلل السياسي باننا نموذج والله العظيم نموذج في قلة الحياة نموذج في قلة الحياة البرلماني في العالم ما كنش شي برلماني تخرج من البرلمان وتبقالوا التقع هاد البرلمان البرلماني اللي ما صوتوش عليه يعني انه ما ما استحق اشتقاد للناخبين وبالتالي علاش هو ما استحق اشتقاد الناخبين وغادي نعطيوه تقعود لابا تصوروا معي فجوج الولايات سبع الاف وخمسميات درهم كتبقالهم كتقعود غا يشد واحد مئتين او لا خمسميات الناس وضربها في عشر سنين يعني فجوج الولايات داك الفلوس ممو ماشي كان بالامكان اننا نخدموها ونوضفوها تشغيل شباب العاطيل ونديروا بها مشاريع للشباب ونديروا لا اعطيوها البرلماني اللي كيمشي ونعسوا في مجلس النواب ويتسموا انهم ممتلين ديال الامة فينا هي الامة باش يكونوا الممتلين ديالا حاضرين الامة غيبتوها مجميع الحسابات غيبتو هاد الامة احنا ولينا موتانة عيشوا على وجه الارض احنا ولينا ميتين ميتين كان عيشوا كان عانيوا يوميا الحياة ولت في المغرب معاناة معاناة بألوان مختلفة وشيكي عاني ودابا ما بقاوالوا تسالالكم واتسالوا التحراميات وتسالوا الخطط الجهنمية برطو بقال لكم معي هاد الفئة اللي احنا كان املو فيها المستقبل هاد الفئة ديال التلاميذ والتلميذات اللي كانتمنوا انهم يكونوا المنقيد دير هاد البلاد ويقطعوا مع ذاك العهد ديال التخلف وديال التيقة العمية وديال سمع وقل سمعت بلا ما تخمن بلا ما تحلل ثم جيتوا دابا وبغيتوا تساليوا مع العام وبغيتوا تضربوا الأساد وهي الحقيقة راكم لا تضربوا ش أساد تسيموا لكم باليمين الحكومة أنكم كتضربوا شعب بأكمله كتضربوا مستقبل بأكمله معنى أنكم حكومة ماشي عاجزة حكومة خائنة بالمعنى الواضح الصاريح الجلي حكومة خائنة حكومة متآمرة على المستقبل ديال هاد الشعب مستقبل ديالنا ووليدتنا نحن ما بقى عنا معكم مستقبل نحن مائتين وعايشين على وجه هاد الأرض نحن فوق هاد الواطن نحن موتى عديمي الفائدة هي الحقيقة وما بقاش عنا طموح وما بقاش عنا آمل فيكم وفي هاد الدولة ولكن جيتوا وبغيتوا تهرسوا لنا ذاك ذاك الباصيس ديال الامل اللي بقي عنا ذاك شو هي ديال الامل في هاد الوليداتنا يكونوا حسن منا وما يكونوش خانعين وما يكونوش كيتيقوا وما يكونوش كيامنوا بالله منطيق والله معقول يكونو كيحلوا يكونوا ناجين ويكونوا وعيين يكونوا غادين مع مع التورة العلمية لكن بغيتوا تهدموهم هاد السياسة وكان عاود نقول هاد البلاد مالقاش حاسبوني على هذه الكلمة مالقاش اللي يوقف هذه الحكومة عند حدها مالقاش هذه البلاد اللي يحد من هذه النازيف ويحد من هذه الفوضى اللي غادية فيها البلاد واللي ممكن أن نتجر الولاد على البلاد وعلي هذا كنقول لكم أن حكومة متآمرة لأن الحكومة اللي كتشوف أن الشارع كيغلي في عدة أسباب وتزيد وتركب على الموجة وتبغي تزيد تزند العافية ومع الأخير تقلب على شكل اللي عملنا هذا الشيء الناس تعليم هما اللي ينضوها هذه حكومة متآمرة وكتلعب بالعافية كتلعب بالعافية والعافية كتحرق العافية راه كتحرق وبالتالي أنا موقيت شيء كنقول للمالي يخصو يدخل كيت ما نقول الناس عيات ما تقولها أنا وليت كان نقول الله يدير شيء يتاود الخير أن هذا الشيء اللي غادين فيه بزاف وما يمكنش أنه يستمر على هالحال ما يمكنش وكونوا متأكدين بأن ربي غاد يدير تاود الخير ربي غاد يدير تاود الخير أن الضلم كتر وربي منك يشوف أن الضلم كتر يدير شغله ربي على كل شيء قادير إخواني أخواتي كنتمنى لكم وما سرت ما بقى لشان تمنى لكم راح تلبال على الأقل شوية دي الطمأنينة والصحة والعافية باش تقوموا هالشي اللي باقي غايشي هالشي باقي جاي باقي جاي الأزمات وباقي جاي والله يعطينا الصبر الله يعطينا الصبر في هذه البلاد تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر